مرحباً طلاب الأعزاء كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الواو إذن هكذا يكون شكل حرف الواو سوف نقوم الآن بممارسة المهارات الأربعة لحرف الواو سوف نبدأ بمهارة الاستماع سوف نستمع أعزائي أطلب المفكرون إلى كلمات يوجد فيها حرف الواو مثل كلمة بالون توت حوت دودة هل استمعتم إلى صوت حرف الواو؟ أيضاً سوف نستمع أيضاً إلى قصة جميلة تتحدث عن الوطوات وليد وسوف نقوم بترتيب القصة وسوف نقوم أيضاً بتلوين الوطوات وتلوين حرف الواو بالنسبة لمهارات القراءة سوف نقوم أعزائي الطلبة بقراءة كلمات يوجد فيها حرف الواو مثل كلمة وردة و و ورق زورق ولد دلو وسادة سوف نتعرف على الكلمات الجديدة التي يوجد فيها حرف الواو والكلمات أيضاً الموجودة في قصة الوطوات مثل كلمة وردة وطوات ورود وحيد أيضاً سوف نمارس مهارة الكتابة عليك هنا عزيزي الطالب أولاً أن تقوم بتلوين الدودة وعليك تلوين الدودة داخل الخط ومن ثم هنا عليك تلوين حرف الواو وتلوين البالون وأن تحاول أن تتربع النقاط وتكتب حرف الواو على الصطر بالشكل المناسب آخر ورقة عمل تحدث عن الوجه هنا عليك أن تسمي أجزاء وجهك يوجد في وجهك العينين والأن والثم والأذن إذن أعزائي الطلبة المفكرين المتعلمين هذا كل ما لدينا عن حرف الواو شكراً لكم وإلى اللقاء في حرف جديد شكراً لكم